اشتركوا في القناة وفق هيئة البث الإسرائيلي كان 11 انقطع التواصل بين لبيض وغانس منذ الخسارة في الانتخابات حيث أن كل منهما يوجه اتهاما للآخر بخسارة معسكرهما الذي يشكل ائتلاف الحكومة الحالي وحسب ما ورد في كان 11 فإن لبيض قطع قنوات الاتصال مع رؤساء الأحزاب في معسكره منذ الانتخابات وجاءت الاتهامات المتبادلة بعدما فشل حزب ميرتز في اجتياز نسبة الحسم واحتاج الحزب الذي خسر تمثيله في الكنيسة أول مرة منذ العام 92 إلى نحو 5000 صوت لتجاوز نسبة الحسم وانتقد مسؤولون في أحزاب معسكر الاتلاف المنتهية ولاية البيض واتهموه بإدارة انتخابات الكنيسة بشكل مهمل وحرق مئات آلاف الأصوات التي حصلت عليها أحزاب لم تتجاوز نسبة الحسم وحملوه مسؤولية فوز أحزاب اليمين بقيادة نتنياهو لم ترى حكومة نتنياهو السادسة النور بعد إلا أن توجهاتها الفاشية تبدو جلية للعيان ومن بين التشريعات التي تتفق الأحزاب الأربعة المكونة للحكومة العتيدة سنها ما يعرف بفقرة التغلب والتي تمنح الكنيسة الغلبة على المحكمة العليا وتلغي صلاحياتها بإبطال قوانين تمس بحقوق الإنسان والأقليات فقرة التغلب حدفها الأساسي بصياقنا نحن هو عمليا قمعنا نحن كفلسطينيين وزيادة الهيمنة والسيطرة الاستعمارية الإسرائيلية على كافة المنطقة وبعكس استخدام هذه الفقرة بمناطق أخرى من العالم حيث يتم الدفاع عن الحق بالانتخاب وحق الأقليات بالمجمل أو بالعام الهدف هنا الرئيسي هو على العكس الهدف هو مهاجمة الأقليات أي مهاجمة المواطنين الفلسطينيين داخل الدولة والتأثير على حقهم بالانتخاب مما قد يكون عمليا نوعا من تدخل وتعديل لقنون أساس الكنيسة لربما بالمستقبل للتشديد على شطب الأحزاب العربية وبالإضافة لقوانين أخرى قد تكون تسان وهي عنصرية أو استطانية بالمجمل لتوسيع الاستطان وتوسيع السيطرة حملة تشنها منذ سنوات أحزاب اليمين في إسرائيل على الجهاز القضائي هدفها تقويض دور وصلاحيات سلطة القضاء وأن تصبح الكنيسة أي السلطة التشريعية هي الآمر الناهي في البلاد وبالتالي إتاحة الفرصة لسن مزيد من القوانين العنصرية يعني فيه جانب بين جانب واحد هو ما يتعلق بمحاكم نتنياهو وهذا لا يعنينا ليس شأننا وليس قضية يجب أن نتشغل فيها بثرة ما يعنينا أكثر هو أنه التوجه الفاشي أو النزع الفاشي في الحكم الإسرائيلي أصبحت أكثر مكشوفي وأكثر مباشري يعني في الماضي كان هناك طرق التفافية أكثر في التمرير العنصرية والقوانين يعني مثل هدم البيوت مثل قانون كامنت مثل القانون القومية وغيرها التي أكدتها المحكمة الأولية ولم تعترض عليها أصلا لكن الآن يصبح الكنيسة هو المنفذ أيضا يعني هو صاحب القرار في التنفيذ وهذا أخطر ما في الأمر لأن الكنيسة أكثر يمينية أكثر دموية وأكثر عدوانية تجاه جمعية شعبنا في الداخل بات واضحا مع صعود اليمين الفاشي والاستيطاني في إسرائيل ومع تعاظم قوة حزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش وبينكفير أن إسرائيل تتنازل شيئا فشيئا حتى عن ديمقراطيتها الشكلية لتظهر على حقيقتها دون أي تجميل لهذه الحقيقة كدولة تكرس مبدأ الفوقية اليهودية على سائر المبادئ والقيم الإنسانية والديمقراطية أفاد بيان المقتضب صدر عن حزب الليكود وتغريد لنتانياهو على موقع تويتر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هنأ بن يمين نتانياهو بعد أيام من فوز الحزب اليميني الذي يتزعامه بانتخابات الكنيسة الخامس والعشرين وحصول معسكره على أربعة وستين مقعدا من أصل مائة وعشرين ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة إدعو تحرنوت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن سبب وراء تأخر بايدن في تهنيعة نتانياهو وانشغال الأول بجولات ميدانية استعدادا لانتخابات تجديد نصفية للكونغرس المقررة الثلاثاء يأتي ذلك في ظل المخاوف التي عبرت عنها إدالة بايدن من احتمال مشاركة الكهاني اتمار بن كفير المعروف بمواقفه العنصرية ضد الفلسطينيين في حكومة نتانياهو المقبلة دون ذكر اسمه صراحة أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن بن كفير رفع صقف مطالبه للانضمام لحكومة نتانياهو المقبلة بما في ذلك المطالبة بتولي حقيبة الأمن الداخلي بصلاحيات موسع تتجاوز ما يمنحه القانون الإسرائيلي حالياً للوزير الذي يتولى المنصب بالإضافة إلى حقيبة التعليم أو المواصلات على أن يتولاها أحد نواب حزبه وبحسب إسرائيل هايوم يصر بن كفير على منحه صلاحيات تكون بمثابة قائد عام للشرطة وأن لا يقتصر دوره على تحديد الميزانيات ووضع الخطوط العريضة للسياسة العامة وتحديد أولويات عمل القوات وإنما يطالب بأن يسمح له بإصدار أوامر مباشرة بشأن إجراءات التعامل مع الإضطرابات وإدارة التحقيقات والاعتقالات يذكر أن زعيم اليمين الإسرائيلي ورئيس حزب الليكود بن يمين نتانياهو أجرى جلسته الأولى مع الكهاني إتمار بن كفير في إطار المعركة التي يديرها نتانياهو لتوزيع الحقائب الوزارية والتوصل إلى اتفاق ائتلافي مع شركائه في المعسكر حتى قبيل تكليفه رسميا بتشكيل حكومته السادسة بمشاركة المئة وعلى مداري نحو سبع ساعات احتفلت القائمة العربية الموحدة في قاعة الريال بمديغة رهط بالنقب بفوزها بخمسة مقاعدة في الانتخابات للكنيسة الخامسة والعشرين نتمنى من الحزاب العربية جميعا ومن الحزب الموحدة الذي اليوم له احتفال في العمل للقدم إلى النقب والمجتمع العربي جميعا ومنع الهدم ومسكن إلى أزواج الشابة في الوسطى العربي نشكر جميعا الذين حضروا إلى هذا الاحتفال البسيط المتواضع كإكراما لمناصرين وعناصرنا التي عملت يوم الانتخابات وحصلت على لا أقول نصر وإنما فوز ويريته كان فوز أكبر ليس لنا فحسب وإنما لباقي القوائم العربية وأكد المتحدثون أن وقت المناكفات والانتقادات انتهى وحان وقت العمل المشترك للأحزاب العربية للتصدي لبرامج الحكومة الأكثر تضرفا في تاريخ إسرائيل الموحدة قامت بعمل وجهد جهيد على أساس أنها تحل مشاكل الناس كلياتنا الحمد لله اليوم وصلنا إلى خمس كراسي الخمس كراسي إن شاء الله يكونوا انفع علات ويكونوا النشطات ويكونوا أهلنا وأعلى ودنا بداية الانتخابات من اليوم على أساس أن الدكتور منصور عباسي يعرف بينها القوة الموجودة لازم نضاعفها ثاني مرة ونسقط بما فيه بكلمتنا نقدر نسقط كل شيء طبعا القائم العربية الموحدة منذ البداية وهي ترسل رسائل سلم ووحدة ومحبة لجميع الأحزاب وتنادي أن يبقى المجتمع مجتمعا مسالما متحابا متراصا وخاصة في هذه الفترة التي صعد فيها اليمين يجب على كل الأحزاب أن تتوحد وأن تصطفى أن تضع يدا بيد بارك الله في جميع المجتمع العربي اللي سوت لقائمة عربية الموحدة بارك الله فيهم جميعا نحن اليوم موجودين في راهط قررنا نسوي الاجتماع في راهط عشان راهط أكبر مدينة عربية أعطت لقائمة عربية أصوات وبرك الله في كل من سوت لقائمة عربية الموحدة وكانت القائمة الموحدة حصلت على نحو مائتي ألف صوت حيث رفعت من قوتها في كل من النقب ومدن الساحل التي كانت أكثر المناطق تضررا خلال هبة أيار العام الماضي توفي في مدينة عرب البطوف الأسير المحرر ووالد الشهيد السيل حسن عبدالقادر عاصلة عن عمر نهز 74 عاما وأفد طاقم طبي بأن عاصلة توفي إثر إصابته بنوبة قلبية خلال عمله مع عائلته بقطف الزيتون هدى وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل الفقيد للوقوف إلى جانب العائلة ومواساتها في مصابها الجلل وكان الفقيد قد انخرط بالعمل الوطني حيث التحق بمجموعة الجبهة الحمراء ونشط من خلالها حتى اعتقال المجموعة مطلع سبعينيات القرن الماضي وحكم عليه بالحبس خمسة أعوام وبعد تحروره من السجنة ظل ناشطا وطنيا معروفا متفاعلا مع قضايا شعبه وكان من مؤسسي تجمع الوطني الديمقراطي والسكرتير الأول لفرعه في عراب البطوف وفي انتفاضة القدس والأقصى في تشرين الأول عام 2000 استشهد نجله أسيل واثني عشر شابا عربيا برصاص القناصة الإسرائيلية قتل الشاب سند مصاروى البالغ من العمر ثلاثين عاما وأصيب آخر بجروح متوسطة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة هذا وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة كما أفادت في بيان لها أنها اعتقلت شخصين من سكان المدينة يشتبه تورطهما في الجريمة ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف وجرائم القتل في الوقت الذي تتقاعص الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجنات للقضاء أصيب مسين في الثمانينيات من عمره بحروق خطيرة إثر حريق شب في مدينة سخنين وجرى نقله بطائرة عمودية تابعة لنجمة داود الحمراء وفتحت الشرطة الإسرائيلية وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق أصيب سائق سيارة بجروح خطيرة إثر حادث طرق بالقرب من مدخل مدينة بئر السبع في منطقة النقب جنوبي البلاد هذا وأحالة التواقم الطبية المصابة للمستشفى لاستكمال العلاج فيما فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 289 شخصا بينهم 97 من المجتمع العربي لقوا مصرعهم في حوادث الطرق المختلفة منذ مطلع العام الجاري اقتحم عناصر الشرطة قرية أم الحيران مسلوبة الاعتراف في النقب لتأمين أعمال التجريف لمستوطنة يهودية تحمل اسم حيران وتقوم عناصر الشرطة بتأمين الجرفات التي تقوم بأعمال بنا تحتية وشق شوارع لمستوطنة حيران اليهودية التي ستبنى على أنقاض القرية العربية البدوية الواقعة إلى الشمال من بلدة حورة منذ إزالة قيود وفحوصات فيروس كورونا من قطاع الطيران ارتفعت وطيرة السفر والسياحة بشكل كبير منذ بداية حزيران إلى تشرين الثاني كان المتوقع أن في شهر آب ستصل السياحة ذروتها قبل أن تبدأ بالتراجع مع انتهاء فصل الصيف لكن المفاجأة جاءت عكس المتوقع مع استمرار الإقبال على السفر بالخارج وبشكل كبير حتى يومنا هذا فترة الكورونا فعلاً صار في أول سنتين في الكورونا صار فيه انخفاض كبير وناس خافت ومحلاش كان يطلع عملياً الإشي ملاحظ السنة أنه بعد شهر تسعة بعد ما فتحوا وقاموا كل التقييدات بتعلق في قضية الكورونا في البلاد وفي العالم تقريباً من دول العالم اليوم فيش تقييدات اليوم بالنسبة للموضوع الكورونا لذلك منشوف أنه فعلاً صار فيه طلب كبير احنا مش متعودين يعني بشهر عشرة خلنقول بعد عياد اليهود بشهر آخر نص عشرة وراء لحد أول شهر اثناش نص شهر اثناش عملياً هالفترة بصير فيه يعني انخفاض كبير في الطلب على السياحة هيك كان قبل الكورونا بس احنا اليوم اللي منلاحظه أنه قضية أنه هذا الانفتاح اللي صار بعد ثلاثة سنين من الكورونا كثير ناس ما سافرتش بنشوف أنه اليوم كثير ناس حابدها تسافر بتطلع الآن الناس بيجوا باتصلوا بديهم اقتراحات بحسوا أنه كأنه الوضع يعني الأسعار بعد رخيصة زي كيف كان في السنوات السابقة لما يعطيهم أسعار ومن قلهم يعني شو الوضع الموجود بتفاجأوا وفعلاً اليوم نشوف أنه كارتات الطيران فعلاً غالي يعني قل كارت طيران اليوم لأسطنبول 350-400 دولار أدى التعافي في قطاع السياحة بعد عامين من قيود السفر الناتجة عن جائحة كورونا إلى ازدحام مطار بنكريون بعدد هائل من المسافرين إلى الخارج بالرغم من غلاء شركات الطيران بسبب غلاء الوقود الذي نتج عن الحرب الروسية الأوكرونية إلى أن غلاء بطاقات السفر لم يقف حاجزاً أمام المسافرين كل العالم كل بلاد تشهد بال كبير على السياحة طبعاً بعدما الناس طالع من فترة كورونا وضغوطات ورفع طبعاً كل التكيدات من ناحية الكورونا إن كان موافقات لدخول البلاد وإن كان إلغاء طيران طبعاً صار كثير كثير إلغاء طيران بهاية الفترة فالبلاد لدينا تشهد أزمة سياحية مخيفة الصراحة يعني إن كان سياحة داخلية أو سياحة خارجية بشكل عام بخصوص الوجه السياحي هي الوجه السياحية أكثر هي أكثر إشي على إسطنبول الناس التركيا بشكل عام لأن أمتاليا كان إسطنبول هي الوجه السياحية أكثر إشي للناس بتسافر عليها بخصوص أنه في كتير دول اللي هي زي كوريا زي جورجيا زي لندن كليل جداً ما ناس تطلع عليها إسا الناس صارت يعني بشكل عام خلنا نكون صارت تطلع يعني بطل خلاص المهم أنه الناس بدأت تطلع يكثر الطلب للسفر خارج البلاد والإقبال على السياحة لدى المواطنين حيث تستغل شركات الطيراني هذا الطلب المتزايد لتعويض خسائرها الناتجة عن الأزمات الاقتصادية التي تسببها الحروبات والأزمات الدولية التي تسبب في إغلاق المطارات ومنع السفر خارج البلاد قال مدير منظمة الحق الحق الحقوقية غير الحكومية الفلسطينية شعوان جابرين للجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إن إدراج إسرائيل منظمات غير حكومية فلسطينية على لائحات الجماعات الإرهابية هو بمثابة قرار إعدام وأضاف خلال جلسة الاستماع إن منظمته صنفت إرهابية بعد حملة تشويه استمرت لسنوات كما أكد تعرضه هو وزملائه إلى تهديدات بالقتل وكانت دولة الاحتلال قد أغلقت العام الماضي ست منظمات غير حكومية ينشط بعضها في الدفاع عن حقوق الإنسان والأسرى وهو قرار أثار استياء دوليا شديدا أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة تكثيف العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ على همش مؤتمر المناخ الدولي في مدينة شرم الشيخ المصرية وشدد الملك الأردني على ضرورة أن تتجنب إسرائيل أي تأجراءات أحادية من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام وجدد تأكيد على أهمية أن تشمل فرص التعاون الاقتصادي في المنطقة للفلسطينيين تقويض فرص التعاون الاقتصادي والعہ تقويض فرص التعاون الاقتصادي لأنهم ينزل ثناناً مجرد لأنهم يشعر بهم معدل أحادية من شأنهم يتمل إسرائيل أو أنهم يشعر بهم وقتهم عفوش الانتقويض بهم في المنطقة لردني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة